اشتركوا في القناة وعلى جميع اللبنانيين رح ينتهي العيد ورح نرجع نفوت بالسجلات السياسية يلي يمكن تتفجر بكرة بكرة فيه جلسة تشريعية نيابية بمجلس النواب وفيه جلسة مجلس وزراء بعض الظهر واللافت انه الطيار الوطن الحر يلي دايما بيقولوا انه اليوم المجلس هو هيئة ناخبة وبينتقد الحكومة انه ما لازم تجتمع رح يشارك بجلسة بكرة شوف ما بعرف لاش الناس ما يعني ما رح تلحقت كل شي يقالوا بشكل واضح نحنا كنا واضحين جدا حتى باول الجلسات نحنا معت شريع الضرورة ونحنا اول من الحكومة يعني مستقيلة وما فيها تقوم بمشاريع وما فيها تقوم باوانين وفيه شي ما فيه شي بعوض عنه الا هذا المجلس لانه هذا المجلس هو الشغل الوحيد الشرعي اليوم المنتخبة حديثا واللي هي قادرة تساعد الحكومة ببعض الاوانين وببعض المشاريع للحكومة ما لازم تعملها لانه مقلة شرعية انه تجتمع وحتى اجتمعاتها كل ياتها اليوم هي فاقدة للنصاب وفاقدة لعدة امور فالمجلس النواب فيه ضرورة لازم يلتزم هو يعملها نحنا ولا مرة قلنا سنقاطع جلسات مجلس النواب حتى انتخاب ومش قايلينا بحياتنا بتحدى حدا يجيب تصريح واحد ديالوطن الحر اخد خيار مقاطع نهائية لجلسات مجلس النواب نحنا دايما كنا نقول بالعكس نحنا سنترك مجال لتشريع الضرورة لنقدر نساعد على استمرار الحياة بالبلد وانه ما يوقف ونشل البلد مرة واحدة هايدي اليوم اللي وصلنا له وصلنا لنتيجة واضحة انت بتعرف انه اليوم اخر مهلة للترشيحات بالشمال بتعرف انه ما في حدا مرشح بالشمال لانه بعد مش معروف مش معروف ما في دوائر ما في دوائر تصدق بالترشيحات راغب عند القوص بالعكس كل الناس بدا تترشح عم بتروح على المحافظة فتقدم ترشيحها او عسراي بإلا الموظف نحن ما عنا لوصلات ولوراء ولا مستندات ولا شيء تعطيك بس هيدا مش من عدة الشغل يعني كتير عم ينحكى انه انه تهيئة الارضية تهيئة الارضية انه لحتى تطير هذه الانتخابات صارت تجسسيا وسياسيا وحتى ماليا مين؟ النواب؟ يعني اليوم لما النواب قوة السياسية؟ يعني السائد اليوم انه القوة السياسية ما بدا تعمل قياس للرأي العام وتحديدا طيار الوطن الحر كتير عم ينكتب انه هو خايف من الخسارة منبارة عملنا قياس من ستة شهر شو هي القياس بيجي كل يوم يعني عم بتشبه لي بعض الاحزاب اللي بعد الانتخابات تاني يوم الصبح بده انتخابات جديدة لانه تغير الرأي العام ما فيه تغير الرأي العام بثلاث ساعات منبارة عملنا انتخابات من ستة شهر وهيدا الرأي العام بيّن وواضح وصريح وعطى لكل واحد حجمه الطبيعي واجت الناس وصوتت بكل حرية وصوتنا الاختراب وعملنا كل مشروع الديمقراطي وهيدا النتيجة انه اليوم شو بده يتغير بالضيار نحنا اكثر الاحزاب جهوزية للمعركة البلدية اكثر الاحزاب ونحنا صرنا بنشتغل هذا الموضوع من قبل النيابية لانه بيعنينا موضوع الادارات المحلية ويعنينا موضوع استقلالية البلدية وشتغلنا عقوانين وعكل شي فنحنا جدا جاهزين وبدنا الاستحاق بوقته مثلا عم بيسألك سؤال بكرة الصبح قرينا انه في انتخابات ابن الشمال كيف يرشعب يترشح بساعتها بده يسير يعني امور مساء انت تمدد المهدي مهلي كيف يرمدد المهدي كيف يرمددها هلأ لما ترشح يعني يسطفي المهدي في ضيع ما في حدا ترشح كيف نعمل فيها بلدية يعني خلينا نحكي بالعقل ليش بدنا نحكي امور شعبوية انه يبا يلا ونحنا وموقفنا واضح وثابت هيدا الكلام كله شو بتبيعو للناس شو بيقدم باخر الناس بكرة الصبح بتصحى سكرت باب الترشيح في ضيع ما فيهم ختير هود الناس كيف بيروحوا بيعملوا باسبور بحضرتك هم تقللي انه هذا موضوع تشريع ضرورة هيدا تشريع ضرورة اكيد بس اليوم مش النواب يتحمل المسئولية اليوم في حكومة عليها ان تتحمل مسئولية الحكومة بكرة عندها بند لتأمين التمويل ممكن يعني لش استبقنا الجلسة الحكومية هيدا ما بيصير اخر جمعتين نحنا بعد فيه جمعتين على افتتاح اول معركة انتخابية بلدية بالشمال سكرت باب الترشيح مش عم نستبق شيء نحنا عم نقوله وصلنا امام حقق مسدود عم بيتدحكوا على الناس الحكومة عم تتدحك عن الناس الحكومة نطرة لاخر لحظة تحشر المجلس بانه يمدد ما عندها امكانية لانه تروح تعمل انتخابات بس الفرق انه كل واحد عم بيتراشق الطابة انت مدد انا ما بدي اجل انا بيطلع واحد بيقول انه نحنا جاهزين لانتخ كيف جاهزين انت قادر اليوم مطلع وزير الدخلية اكتر من مرة كرر انه نحنا جاهزين لوجستيا يطلع لنا سجلات عدلية للناس اللي وقفوا قدام البيب وما عم تلاقي سجل عدل لانه ما في ورقة طابعة يطلع اخراجات ايد للناس اللي صلنا ستة شهر بنركض تنجب لهم اخراجات ايد كيف بدوا يترشح الواحد جاهزين بشو يروح يعطي المخافر تنكة بنزين تقال له نوحب الليل قال له عم بنسرق ما يقول له مش قادرين نجي لانه نحنا ما معنا لبنزين وقالياتنا خربيني بشو جاهزين شو هي جهزية برأي رئيس الحكومة وزير الدخلية شو الجهزية كيف بتكون الجهزية لانتخابات مش بيكون عندنا قوى امن على ابواب الاقتراع مش بيكون عندنا اسادزة بقلب الاقلام ورئيس ألم مش بيكون عندنا قضاة بدأ اخر شي تصلح طب القاضي معتكف والاستاذ عالمدرسة ما عم بيعلم تلميز بدو يجي يقعد على الصندوق يعمل رئيس ألم سجلات عدلة ما فيه طوابع ما فيه اخراجات اد شو هي الجهز كيف واحد بيكون جاهز عطيته بكرة الصبح أنا بدل 8 مليون 15 مليون كيف بيجهز بيروح بيومين ثلاثة بيجيب وراء اخراجات اد و بيروح بيومين ثلاثة بيجيب سجلات عدلة و بيطبع طوابع بيومين ثلاثة و بيقنع القضاة اللي بدهم مفعور رجعي أربع ستين لورا من وين بيتفعلون إياهن بيقنع القضاة اللي بدهم مفعور رجعي لورا عن استحاقاته و كيف بيقنعهم خلاص يعني هيدا الكلام اللي عم نبيعه للناس بس بنظرية انه نحنا بدنا هنى ما بدهم بس هذا القرار المنتظر بكرة سيتعرض للطعن القوات اللبنانية والكتائب والأحرار والتغيير والتجدد بدهم يقدموا طعن وسابقا المجلس الدستوري فيه سابقة بالموضوع انه رفض التمديد للمجلس البلدي في عام 97 ممكن يعني بكرة يصير فيه طعن يتجمع أكتر من عشر نواب ويلغى قرار التمديد بتاعت نروع ع تاني سيناريو بكرة ما نزلوا النواب ع الجلسة و ما تمدد للمجلس النواب مجلس البلدية ما نزلنا و ما تمدد وراح نحشر رئيس الحكومي ووزير الداخلية وهيدا عندك أكبر مثل الشمال سكر الترشيح وما حدا قدم ع الترشيح وما عنا انتخابات بالشمال بعد 15 يوم وما عنا مخطير وما عنا بلدي يصير فيه فراغ كيف بتحلى ساعتها الحل مفروض يكون انتخابات يعني اليوم كان لازم نعطي صورة ما ترشح حدا كيف نعمل انتخاباتها هلا لحديد الساعة ما في حدا مرشح ما عندك ورقة ما قادرة يطلع ورق لنا تعتبر هاي مزايدات من فريق المعارض بس مش أكتر انه طيار بدون هيك نحنا بنعمل عكس الطيار فبنقنع الناس انه لأ شفت الطيار رايحة ثاني ميلة هي كل الفكرة الطيار حليف هو ديك اللي هلا بدون ينزلونيك حكا عن انه مثل سابكا حضرتكم اطلقته كلمة طواطق بين الرئيس بري ودكتور جاجع بموضوع الطيونة اليوم عم بيتروج لمعادلة طواطق مميرنا الشلوحي لو ما في طيوني كان ما كان فيه هايدي النتائج بالانتخابات هايدي الطيوني نتيجتها اجت بالانتخابات اليوم مش فيه طواطق شبيه بموضوع البلدية اكيد الناس ما اقتنعوا اكيد انه ما اقتنعوا انه انتخبونا بننزل الدولار اكيد الشعب اللبناني ازكى من هيك بس اكيد الشعب اللبناني فيه جزء منه بغرائزه على الطيونة راح خوفا لينتخب هايدي الحالة اللي ممكن تعمل ايه هو اشتغل كل شيء هو نعمل كل شيء قبل الانتخابات لبعض الناس يكبروا احجامهم عن حجمهم الطبيعي من ضمنها كان الاقوى والازهر واللي بتحك اكتر عند الناس هي الطيونة فمبروك للطيونة نتيجة الانتخابات ولكن اكيد ما بتصور في حدا من الشعب اللبناني عنده يعني هالخفة انه يصدق انه في واحد بس تنتخبه وبينزل الدولار يعني بس انا عم بيحكي اليوم عن جملة شبيهة عم تروج انه طواطق ميرنا الشلوحي وعين التيني بما يحص انتخابات البلدية يعني اليوم طير وطن الحر يلي يعتبر الرئيس بري من الفيسدين ودايما شعارات ضده اليوم عم بمشي له جلسة تشريعية لا نحنا مش عم بنمشي جلسة تشريعية انه نحنا ولا مرة كان خطابنا بيقول لن نحضر اي جلسة لمجلس النوعب نحنا ما التزمنا بخطاب ينهي فكرة حضور جلسة نحنا كنا دايما نقول في حال يوجد اي ضرورة وينكن مش بس البلديات ضرورة بكرا اذا كان من الضرورة انه نحضر جلسة لتدقيق الجنائي او لمحاسبات مالية لح نحضر كل شي بساعد لنوصل لنتيجة افضل بالبلد لح نحضر هاضي بيعتبروا ضرورة اذا بدنا نعمل ورقة المليون ليرة لانه هاي دي بتساعد كمان اقتصاديا لح نحضر في امور اساسية بالبلد اي ممكن نحضر مشروع كابتال كونترول اذا في فكرة انه هاي دا الامر بساعد لانه اليوم بتصور طباعة العملة صارت اغلى من العملة زيتا فبدك تخفف من طباعة الاوراق تتحسن شوي صغيري بالاقتصادي ممكن تكون قريبا نكون في جلسة شرعية ممكن ممكن كابتال كونترول ممكن اذا عمل جلسة جدية للكابتال كونترول ايه لازم تحضر لا تقدر تشتر والبلديات اليوم اذا كان الشعور بانه هيدا الشي لح يوصل لخيارات اسوأ بكتير ايه مجبور النايبي روح يحضر نحنا شغلتنا نشرع الضرورة بهيدا الظرف الاستثنائي لانه نحنا الوحيدين المجلس هو الوحيد الشرعي اليوم بلبنان واللي مفروض هو يحمل على عاطق وبعض الامور الكبيرة اللي حكومة اذا حملتها الحكومة اليوم غير شرعية كل هيدا اللي عم تعملوا الحكومة اليوم بس فيه نصاب وفيه غطاء سياسي والامور ماشي فيه غطاء سياسي بس ما فيه نصاب حضرتكم ذهبتوا لمجلس الشورى يعني ما صار اي خلافا لا اي قرار صار بمجلس بعدنا بانتظار بعد ما طلع قرار يعني فيه طلع قرار متل ما طلع قبل بمرة طيب حضرتك تكتب بما يخص بموضوع البلدية وليسميته مزايدات من قوات لبنانية ورئيس القوات دكتور جعجا سأل من يصدق طيب وطن حر ومن يصدق وزير الداخلية بتقول له الاجدى بك ان تعطي يعني اجدى به ان يعطي نفسه قليلة من الوقت ويستقبل كتلته ويسألها عما حدث بالليجان ماذا حصل بالليجان؟ بالليجان كان واضح موقف القوات اللبنانية انه هني عم بيهاجموا رئيس الحكومة عم بيهاجموا وزير الداخلية بانه انت بسببك نحن وصلنا لهون انت ما كنت ولا مرة واضح بموضوع الانتخابات البلدية انت منك حاضر لتخوض الانتخابات البلدية وخرج جورج عدوان من بعده عمل مؤتمر صحفي واضح جدا بانه يحمل كل المسئولية لوزير الداخلية بانه هو من وراء كل الاسئلة اللي انطرحت عليه وما عنده الى جواب ما فينا نقدر نخوض انتخابات بلدية يعني هني مقتنعين انه ما فينا نخوض انتخابات بلدية لشي يومانا؟ اصور في احد النواب اليوم بيّن شي واتس أب لنيب قواجي عم بيقله اكيد احنا مش هنكون مع انتخابات البلدية واكيد ما في امكانية نعمل انتخابات بلدية هني واضحين من اول جلسة ومؤكدين انه ما ممكن اليوم تقدر تخوض انتخابات بلدية بهيدي الظروف ولكن انا اللي عمل لك الحكومة عم بتجرب تحط الطابب ملعب مجلس النواب انه انتو تحملوا المسئولية هي مش مسئولية مجلس النواب هي مسئولية انه الحكومة تقول بشكل واضح هل لديك امكانية بانك تروحي عن انتخابات البلدية؟ نعم اذا عندك امكانية تفضلي شرفة عملي انتخابات نيابية اذا ما عندك امكانية حط الاسباب وساعتها بلاقيه للمجلس تبرير انه ليش ما فينا نروح عن انتخابات نيابية اليوم صارت لعبة شعبوية انا قادر وانا عندي امكانية وانا مش خايف من حدا يا حبيبي مش قصة هيك لست انت اليوم بسكر بابي ترشيح بالشمال ما عندك ولا مرشح لانه ما عندك ايصال تعطي المرشح انه انت ترشحت بعضهم عم يكتبوا على الورقة شو اسمك؟ اوكي خلاص ارجع عيدنا برضا شو الحكاية قبل ما نفوت بالملف الرئاسي ونحكي مطولا حضرتك كتابت شي خاصه بنقابة المهندسين واعتبرته انتصار للطيار علما انه الليحة اللي فازت هي احزاب تقليدية لصح التعبير مجتمعة متحالفة لماذا نسبتوا للطيار هذا انتصار؟ ولكن اللي بعض شافوا انه لا الوطن الحرية اللي بجرب يخرج حاله من المنظومة كل انتخابات منشوفه عم يعمل تحالفاته يعني منشوفه ضد حركة امل بينزل مع انتخابات حزب الله اخر الفترة على السقف ضده كمان نزل مع طيار المستقبل سابقا واليوم كما تحالف معه كيف اليوم الناس بدأ تعتبر انه الطيار فعلا خارج المنظوم وهو عم يتحالف معه مع كل انتخابات؟ بالنقابات ما فيك تروح تجيب عالم من خارج لبنان ما فيك تجيب ناس مش عايشين بلبنان مهندسين هن مهندسين لبنانيين وهيدي بالاخر عمل نقابة بيجي ع اساس برنامج واجبارة كل انسان بلبناني تحالف مع المجموعة الموجودة ما فيك تخوض انتخابات تحمل رأيي انا لوحدي وما بدي حدا وروح عمر المعركين لوحدنا ببعض الامور اللي علاقة بمحاربة الفساد اذا ما حدا بدي يحارب فساد معي بحارب لوحدي بس انتخابات ليش فيه انتخابات اليوم على القانون الحالي النيابية فيك تروح تقول انا ما بدي عمل تحالفات مع حدا انتخابات هذا القانون راضي على النوت طيار وطن الحر انتخابات النسبة مين قال ان احنا مش راضينا انت ما عندك امكانية اصلا متألف ليحة يكون فيها عدة اطراف وحتى بالنقابات ما انت باك تتحالف مع عدة اطراف تتقدر تحقق النتيجة اللي بدك اياه بالاخر بيجي بالنقابة بيشكروك المهندسين على البرنامج اللي هتشتغله اذا نجحت او ما نجحت فيه بس ما في حدا يخوض انتخابات بدون ما يعمل تحالفات بدون ما يعمل تلاقي مع البقية ليش الليحة المقابلة كانت هي الليحة جاية من الامر مش لبنانية ما فيها احزاب سلطة انه اذا غيرت حالف مع حزب السلطة بس من نوع تاني بيكون غير حزب السلطة هيدا سيدي التحالفات لازم تكون انه ناس تشبه بعض على القليلة من نفس المشروع مختلفين عن مشروع الحركة اعطيني مين بيشبه بعضه باللبنان يعني اذا ما فيه بعد وما في الحزب الله فيه مستقليين مع مين بيشبهوا باللبنان شو بيشبهوا اصلا بالمستقلين شو بيشبهوا اصلا خارج المنظومة يعني خارج الاحزاب التقليدية توبيت نفس جديد بالعمل السلطة كل المجلس النمو بggiنس تعتبر اليوم ها هو اكبر خلقكل ها ها نفس جديد يعني ها ها نفس جديد بان صير كلنا نعم بالمجلس ها نفس تغييرgle والهدف من النومي إذا لا ما نفوت بالموضوع الرئيس إنه يجب أن ننتخب رئيس اليوم بالنومي؟ مش بالنومي في نية باليوم هيك بياخد قرار يعني في نية باليوم انتخبوه أشخاص بيعتبروه بيدور وحي يعمل لهم شي تشريع جديد يساعدهم ينقذ هيدا البلد من الأزمة الاقتصادية بتكون حياته بالآخر إنه أنا بنعم بالمجلس وبنتظر للوقت تيجي شو شو بتعمل هيدا؟ إذا مش بالنومي بالمجلس بالتوافق عظيم كيف بيصير هيدا؟ بيصير بإني بيجي لعندك بيقعد أنا وياك بيحكي أنا وياك بتواصل أنا وياك بجرب أقنعك بجرب تقنعني بجرب نوصل بالحوار هيدا اللي عم سير اليوم؟ هيدا اللي نحنا عم نعمله اللي نحنا عملناه الفرق بيننا وبين البقية حملنا ورقة أولويات حملنا برنامج برامنا عكل الكتل نحنا كطيار وطن الحر عم نقلكل خلي شو بدنا بالاسم؟ خلي الاسم هلأ أول مرحلة عجنا بتاعتهم نفكر نقبل بهوض الأمور لنروح لقدام نفكر برئيس يمشي بهوض الأمور بعد ما وصلنا لمرحلة الأسماء ويمكن يعني صرنا قريبين بس إيه بعد ما وصلنا لمرحلة الأسماء؟ بس رحنا بمشاريع ورحنا لتقينا بأخصامنا وبأصدقائنا باللي بيحبونا واللي ما بيحبونا إنه نتعوه هيدا أولوياتنا شوف بصراحة كان ملفت مثلا بعض المستقلين اللي لما ترح تحكيهم بالأولويات لقيوا إنه إيه لازم نحكي نحنا بهوض النقاط وعهوض النقاط نفكر مين الرئيس اللي بيقدر يجي ينفذ هوض النقاط تننقذ لبنان الحزب الاشتراكي كان عنده ملاحظات كتير على الأولويات اللي احنا حطيناها أخدنا فيها وهو اهتم لما أخدنا الملاحظات وزدناها على ورقة الأولويات اللي عنا إنه إيه نحنا منفتحين لهذه الدرجة إنه نعمل هيدا التلاقي مع الثانية يعني ما فيك اليوم أنت تروح ببلد هالأد الأزمة فيه كبيرة اقتصادية وسياسية وفيه اختلافات بإنك أنت تعزل حالك تقول أنا نايم ونطركن كنت لمحت من كم يوم إنه ممكن يصير فيه اتفاق على أسم رئاسي بينكم وبين القوات ماذا يجري بين الطيار والقوات اليوم؟ أنا ملمحت هيدا الشيء بس إنه نحنا اليوم إذا بدك اللي أنا بشوفه إنه سقف القوات كان يعني بمكان عالي جدا إنه كانوا إخديه مرشح وعم بيجربوا يقولوا إنه هيدا مرشحنا وما عنا غيره ونحنا البده يينيجل عنا اليوم السقف تغير بطل عنا مرشح إذا بدك يعني صار إنه اليوم مشهل معوض قابل للتفاوض إذا جربنا 11 جلسي ما مش الحال أوكي تعود أن نفكر بشخصية تكون قادرة تخوض هذا وهذا شي جيد يعني السقف تقريبا صار شوي شوي عم يتقارب نلاقي صيغة حوار بالأول كانوا رفضين حتى التلاقي رفضين حتى الحوار اليوم يمكن بطريقة غير مباشرة من قبل الوزير نائب جورج عطلة يمكن كرميل هيك صارت الأمور وبعض النواب عم بصير لقاءات جانبية إنه لازم نقدر نتواصل لنتيجة حكي عن ثنائية جديدة النائب جورج عطلة والنائب جورج عدوان يعني ثنائية الجورجين بدل الأستاذ من الحمرياشي وإبراهيم كان عن سابقا يعني هذا الكلام عم ينحكي أنه ممكن يصير فيه شيء اسمه مع رابة نان ممكن يصير فيه تلاقي مع أي إنسان في لبنان إذا المصلحة هي مصلحة أنك تروح توصل لنتيجة تنتخي برئيسه وأي إنسان بفكر عكسيك بيكون عم بيرجع يضرب البلد ويخلينا سابتين على المكان اللي نحن فيه وما عم نتقدم لقدام فاليوم الطبيعي أنه أي إنسان بيلاقي باب للتلاقي يروح منه مع أي أنت بالسياسي ما بتلتق مع المتفق معه أنت بتلتق مع المختلف معه تتلاقي حل يعني الناس بتستغرب أنه لما يلتقوا يلتقوا اثنين مختلفين هيدا الطبيعي أنا صديقي متفاهم أناوية بشوفه كل يوم بنبحث بالأمور بس لازم التق مع المختلف معه لما تصير الأمور مسكرة اليوم البلد مسكر اليوم نحن معنا صورة واضحة ولا نور بنفق أنه لحنوصل لنتيجة بنضلنا وقفين مطرحنا وهيدا الطلاق وهيدا العذاب اللي عم بتعيشون الناس كل يوم مين بتعمل فيه الدولة اليوم غيبة عن المستشفيات عن الإدوية عن الأمن عن المدارس بتعرف أنه في جيل عمره 3 أو 4 سنين مش معلم باللبنان بالمدرسة الرسمية مسكرة الجامعات مسكرة يعني كيف قل لي كيف ما بدك تعمل طلاقة كيف ما قد بدك تقول لا بد أكسر من حالي بدأ أكسر من كل شي وأنا بالعكس بدأ يروح عند الآخر قل له يا خي أنا بقبل بالشروط طبعولك بس طاعت أنه فيه نيس فيه شعب وراك اليوم عم بعيش مرحلة مش عايش يعني فيه باب تنازل جديد للطيار قريبا كرمة للأشي اللي هم بتحكي فيه إذا لمصلحة اللبنانيين ولمصلحة الناس وبيساعد لنوصل لنتيجة أفضل ما فيه شيء اسمه تنازل بالعكس بيصير فيه شيء اسمه تلاقي للوصول لنتيجة وكل إنسان لازم يكون عقله وازن أنه يقدم بالعكس تضحيات معينة لمصلحة الناس وإلا هيده الناس كليتها بعد أربع عشرين ما لح تشوفها بالبلد عندك جيل كامل اليوم أعماره بين التسعة عشر والخمسة وعشرين عم يختفي من لبنان فيه ناسائم إيجابية ده صح التعبير تنتج عن هذا الطلاقي ويقال أنه هناك مساعي يقوم بها المطران أنتوان أبي نجم على خط معراب ميرناش شالوحي إن شاء الله أتمنى إن شاء الله يكون فيه على القليلة يعني اليوم فيه اتفاق على لا إذا بدك يعني إلا العدم قبول بأسماء معينة متفقين نحن وأغلبية القوى المسيحيين بيق اليوم ننقل مسادي يعتبر أنه طرح سلبي نوعا أنه أنتو رفضين فرنجي متفقين على رفض فرنجي ولكن مش متفقين على طرح قوي بيق نروح على الإيجابة يعني السلبي اتفقنا عليه إنه نحن لا اتفقنا عليها ولكن النعم على اسم معين بعد اليوم عم تتخيط بعض الأمور تنوصل لنعم على اسم معينة هون ساعتها بتسهل على كل قوى البينة فيه معلومات بتقول أنه هناك اسمان هنا الأقرب للطلاقية بيناتكن أو بين القوى المسيحية المعترضة على ترشيح فرنجي ممكن يكونوا جهاد أزعور ممكن يكونوا زياد برود هل هذا الشي صحيح؟ يعني اتنينيتهم فيون الخير والبركية واتنينيتهم باعتقد أنهم طرحت أسميهم من قبل الكل وكان أسميهم متداولي على فترة طويلة حتى عن جزء كبير من المستقلين ومن القوى الأخرى الأسماء منا مزعجي ما عندي فكرة إذا وصلوا لأمور متقدمة ولكن كلنا عم نسمع أنه هؤذي الأسمان موجودين اليوم بشكل هك أقوى على السيحة يقال أن اللقاء الخماسي الذي يعني رح يحصد كمان قريبا سيبحث باسم جهاد أزعور بشكل جدي وسيستبعد سليمان فرنجي شفت أنه الخطوات عم تمشي لقدام يعني شفت أنه سليمان أزعور من قصر بعبدة ممكن لا سليمان قبل بمرة وقتا رحنا على اللقاء الخماسي كان عم ببارك لسليمان فرنجي كنا عم بخلص يعني بلشنا نحط الورد الأبيض طب اليوم صار سليمان برا رحين بجهاد يمكن بعد هيدا اللقاء الخماسي سير جهاد برا نروح بواحد تلك بس اليوم سليمان فرنجي انتهت حظوظه؟ أعتقد ذلك ما في أي مجال أنه الطيار وطن الحر نتيجة تغيرات إقليمية غير اللي عم نسمعها اليوم أكثر من هزة اللي صارت صار هزة كتير كبيرة من فترة في البلد وبإينا عم وقفنا يلي هي هزة الأرضية بس أنه في هزة سياسية بتغير رأيك بتطلع أخف من الهزة الأرضية هزة الأرضية ما غيرت موقف الطيار وطن الحر بدت هزة سياسية تغير الموقف نحكى أنه نواب من الطيار مش كلها هذا بيقولوله حلم إبليس في الجنة عم تقطع الطريق نهائيا أنا بأكد لك هذا الشي وكل استحقاق عدن لنواب الطيار في أحد استحقاقات نواب الطيار ما حمله قلم نحنا هلقد عنا ثقة بالتكتل طبعنا وبنوابنا إنه بس يتاخذ القرار الكل اللي بيمشى فيه كان فيه طرح من فترة هيكي ما انتشر كتيره ولكن يعني نقال لبعض الإعلام إنه ممكن يصير فيه تلاقيب بين القوات والطيار مثلاً إنه يكون اسم قواتي شخصية قواتية غير الدكتور جعجة ممكن يقبل فيها الطيار للرئاسة أو العكس إذا طرحوا أستاذ جورج عدوين ليش؟ لا نفكر ونوضع ومين الشخصية اللي ممكن تطرحوها غير جبران باسيل ممكن إنه يفكروا فيها؟ نحن حتى الساعة مش طرحين حدا بس إن إذا عنده النية يطرحوا أستاذ جورج عدوين يطرحوا ونفكروا بالموضوع اليوم كمان عم ينحكى إنه بحاكمية مصر في لبنان شخصية كاميل أبو سليمان تتقدم علماً إنه خلفية القواتية ما المفروض التالي الوطن الحر ما تدخلوا بالقوات كاميل بس هو كان وزير تابع للقوات إنه مستعر يعني اللاعب أجنبي جافوا لعب معه إن هيدا المارش مش قواتي أصيل متل ما وقته كان دكتور جاجع يقول التايوان ووصلي لا دكتور كاميل أول شي دكتور يعني كان بالحكومة اللي نحنا كنا فيها ومعرفته كانت جيدة جداً وهو إنسان مثقف وعلمي وبعتقد إنه عانى الأمرين بوجوده بهذه الكتلة بمكان مكان يعني اليوم هو خارج القوات مش القوات طرحين ما بعرفه وين أنا أقول لك شو بوقته كان يصير لأنه كان عنده أفكار العلاقة بالوزارة اللي هو كان فيها كان يطرح الفكرة بعد يومين يرجع يسحبها لأنه الظاهر بالمكان اللي هو فيه يرفضوله إياها بما خاص العمل والعمال والعمال الأجنبيه وكتير أمور يعني بس تمشوا فيه شخصياً مش هلا مش اليوم مش بهاللحظة هلا بعد ما فيه شيء أصلاً جدي بالموضوع بس من كلامك إنه وصف الوزير لأنه أنا تعرفت عليه بالشخصي وأنا ساعدني بخطة المهجرين وكان عنده رأي واضح يعني بخطة المهجرين لدرجة إنه وقتا سألته إنه إذا القوات بالسياسة رفضوا قال لي أنا لا حمشي فيها نعم طيب رحناك شوية أمور خاصة بالتيار من فترة رئيس التيار قال إنه عم بيحضر الشارع للمناصرين التيار إنه ينزلوا على الشارع متأقوا فيه شعارات معين ما ديقولوه أم ترح نشوف التيار عم ينزل على الشارع يرجع لنفس إنه هناك احتجاجات على الشارع يقود التياوضن الحر شوف إذا بدك نحنا يعني ولا مرة ظهرنا من الشارع ولا مرة كنا خارج وجع الناس وخارج الحالات الشعبية اللي موجودة يعني نحنا مش من زمان بخروج الرئيس من أصر بعبده كنا موجودين كنا حد رئيس عون من بعبده على الرابي وبمظاهرة بتصور بهايدي الظروف ما حدا فيه يعملها ما في حزب اليوم بالابنين إلا إذا شلنا حزب الله يعني حشد اللي بيقدر يعمله ما حدا فيه يعمل هيدا شيء وبنعملها أوقات عدة مرات بالسنة وهيدا شيء يعني مش إمكانية الأحزاب اليوم بالظروف اللي عم بعيشها البلد إنه تلا تتحركهاك فنحنا عنا هيدا الحضور وعنا هيدا الحشد اللي قادرين نعمله نحنا من أقل من أسبوع يمكن عملنا تحرك تحت منزل رئيسي غادعون صحيح وبالأيام اللي جاي لحيكون فيه عدة تحركات بتلامس وجع الناس لأنه بالآخر الطيار الوطن الحر هو جاي من نبض هود الناس جاي يعني من أفكار هود الناس مثلا ممكن تشوفها بكرة بوج الحكومة ممكن تشوفها بأي لحظة بوج أي شيء يستفز الوضع ويستفز الناس وأي حالة يعني غضب عند الناس لحيكون الطيار مشارك فيها اليوم يعني ما فيك تشوف أنه مدارس مسكرة ومستشفيات مسكرة وتلاقي أنه الطيار غيب عن هيد السورة لأنه خلص يعني وصلنا لمطرح على الدولة أن تتحمل مسؤولية نحنا من الأول شايفين أنه ميقاتي لن يصل بالدولة إلى بر الأمين ميقاتي تكليفه كان أكبر ضرر على الدولة اللبنانية ميقاتي لن يؤلف حكومة هيدا كله أيلين أنا عم تترحم معاقية من رئيس سعد الحريري نحنا عم نحكي باللحظة يعني أكيد الرئيس سعد الحريري يعني أكيد أفضل بكثير جدا 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 من ميقاتي وعلى الدقية وعلى القليلة بلغة التعي يعني الصحيحة يعني أنه فيه ندم بالطيار على أنه صارت على أسيئة مع الرئيس الحريري يعني مش نحنا اللي خلقنا على أسيئة نحنا بالآخر رئيس الحريري بنينا معه تفاهمات الرئيس الحريري نحنا بلحظة اللي صار معه المشكلة كنا أول الناس اللي عاملين أسرع انتفاضة وما خلينا شيء ما عملناه لأنه بالآخر رئيس حكومة لبنان لأنه بالعكس نحنا بنعتبر أن رئيس الحريري كان ضماني بمكان ما للشارع السني يعني ونحنا ضد أنه يشعر الشارع السني بالإحباط أو أنه عنده مشكلة زعمات وكننا بنتمنى أنه ما يصير اللي صاره ويبقى رئيس سعد الحريري والتيار المستقبل على رأس هذه الطائفة يعني تيظل قادر يجمعها ويخدها برأيها أنه اليوم وصلنا لللي وصلنا له نتمنى أنه خلص نخلص من هيدا الزمن ونخلص من هيدا الرداء بالتعاطي بالحكومات يعني ونرجع نشوف عن جد الدولي عم تتقدم لقدين مين ممكن هيك شخصية لرئيس الحكومة طبعا بكية بعد ما نحكي بالموضوع بس أنه اللي بتحسوها مناسبة لهذا هيدا اختيار بيختاره عادة بلبنان الشارع السني فأنا نتمنى على الشارع السني أن يكون اختياره هالمرة اختيار الشخصية الأفضل لإدارة ملف الحكومة رئيس طيار جبران باسيل بيكتب بذكرى الحرب الأهلية وبيقول أنه ثلاثة أمور تشبه اليوم بالأمس على الأقل النزوح والسلاح والمغامرات غير المحسوبة ممكن كان عم يغمز من قناة الجماعات الفلسطينية اللي عم تتحرك السلاح الفلسطيني وشفنا موقفكم من الصواريخ اللي أتخذ من الجنوب ولكن إذا كان حزب الله هو من أطلق هذه الصواريخ كنا حنشوف نفس الموقف نتصور بتويت تاني أيل نحن مع السلاح اللبناني نحن حزب الله هو اليوم مشرع من الحكومة اللبنانية كمقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي موضوع مختلف تماما عن سلاح فلسطيني أو سوري أو سوداني أو سومالي عم يستعمل على الأراضي اللبنانية لضرب السلاح اليوم درب حزب الله لإسرائيل ما بيزعزع الأمن؟ أول شي برجع بقلك موضوع سلاح حزب الله مشرع من الحكومات اللبنانية منذ 92 لليوم يعني ما فيك تناقش فيه قبل ما تروح تغير الفكرة بالحكومة اللبنانية أو بمجلس النواب ما تغير فكرة سلاح حزب الله اليوم؟ مع استراتيجية دفاعية مع الوصول لفكرة مشتركة لكل اللبنانيين نقدر نحفظ فيها سيادتنا ونحفظ فيها كمان مقاومتنا لماذا الرئيس ميشيل عون ما كتير كان متجه لحتى فعلا نسير فيه استراتيجية دفاعية؟ مع أنه طرحها طبعا ببداية عهده ولكن مصر فيه هذا الشيء الأمر هذا المصر عمليا مصر فيك تسأل رؤساء التكتريت المكان يرضو يجوا على اجتماعات وقت يدعي الرئيس عون للقاءات حوارية وللقاءات لمناقشة لهذه أمور وكانوا هن يعتبروا أنه هذا الشيء بساعد لتعويم الرئيس عون وهن ما بدون يحضروا بس ولا مرة بالعكس نحن واضحين بخطابنا يعني نحن اليوم مختلفين مع حزب الله ايه؟ مختلفين لأنه نحن واضحين بخطابنا أنا ما فيي لو كنت شريكي بالوطن ولو كنت حليفي ولو كنت أنا وياك على أحسن العلاقات أنا بكون صادق معك تابع أحسن العلاقات لن يصل التحالف إلى نهاية يعني نهاية نهاية للصحة تابير لن يسمد؟ لن يصل التحالف مع حزب الله إلى نهاية؟ لا لن يصل إلى نهاية يعني أصدق أنه لن يسقط لن يسقط تحالف بعد فيه بالعكس بعد فيه عواميد فيه موجودة وواضحة وممكن يبنى عليها نحن فيه اليوم اختلافات بس ما فيه خلاف نهائي نحن مختلفين بوجهات نظر بعدة أمور بشكل واضح نحن اختلفنا معهم على القتال خارج لبنان كنا واضحين بهذا الموضوع اختلفنا معهم على موضوع إدارة الدولة اختلفنا معهم على موضوع الفساد اختلفنا مع الرئاسي على موضوع الشراكة إيه لأنه بالنهاية هذه بدا كتير يعني الحكومة ما فيها تجتمع وهن يكونوا مغطيين الحكومة بغياب مكون لبناني لأنه نحن مقبلناها عليهم وانسحبنا لأنه اعتبرنا أنه هذه بتضرب الشراكة اللبنانية بس إنه مكون بمعنى أنه ميثقية مسيحية كان فيه بالحكومة يعني فيها عدد من وزران مدامة رياشة بتمثل المسيحيين عن جد الوزير المكاري ووزير بوشكيان حقيقة إنه وزير بوشكيان ووزير بوشكيان اللي هو مرشح عن طشناك اللي بيعلنوا الطشناك إنه هو لا يمثلنا بيكون صار بيمثلهم بيمثل شخصه هؤدي الموجودين بالحكومة اليوم بيمثلوا أشخاصهم بالشخصة طب ما شفنا بجلسة مجلس النواب لما الكتل المسيحية رفضت الحضور خرجت كل إيتها ما هيدي الصورة بمجلس النواب هي نفس الصورة في كتل مسيحية واضحة هي بتمثل حالة المكون المسيحي ما في يجي مجلس النواب يرجع عيدنا لعهد ما قبل 2005 ويقول إنه فلان وفلان وفلان هني هادي لكم أحلاية تشكيلة الحكومة الحكومة تمثل المسيحيين ونصير نسافر لبره ناخد معنا تشكيلة هيك ملونة بالآخر بقيادة وحدة وهني كلهم كومبرس قاعدين معه بالاجتماعات عيب يعني هادي استخفاف أصلا لمكون مؤسس لهيد الدولة ما بعتقد إنه الأحزاب تقبل فيها يعني بدنا نختم بموضوع الأمنة في منطقة الشوف كان حضرتك كان إلك لقاء مع وزير الدفاع مويس سليم وأشرت إنه هناك بعض الأمور الأحداث الأمنية اللي عم بصير بتشوف تشوف وطبعا قلت كمان هناك عدد من النازحين مرتفع جدا يعني ربطتم ببعض شو عم بصير اليوم بتشوف أمنية؟ لح قللك شغلي أنا كنت دايما نبه منها بس لما قريت الأرقام تأكدت بإنه فيه خطر كتير كبير قداليوم الأرقام تقريبا؟ مئة وتسعين ألف بعد بتشوف نحنا أعلى قضاء في نسبة نزوح بس إني عم بأسروا على أمن المنطقة عم بيعملوها؟ الرقم أول شي بيصدب رقم كتير كبير رقم تقريبا هو قد عدد ناخبين قد عدد النفوس بتشوف يعني ينتخب بتشوف ثمانين أو تسعين ألف من أصل متين ألف في حدهم اليوم صار فيه قاطنين بتشوف متين ألف نازح سورة تخيل يعني بس شو الخطر يعني بشكل وجود هذا الكامل؟ منطقة تشوف هي منطقة تهجرت بالماضي ولليوم العودة فيها هي خجولة بمكان ما يعني بالشتي فيه ضيع ما بتشوف فيها ناس كتير وإذا بتشوف فيها ناس هي شوية ختيارية يعني منى منطقة فيها حياة ومراقبة جيدا وفيها حضور أمنة وكل شيء فإذا بدي خبرك إنه اليوم نحنا بالشتي تقريبا بمعدل كل الساعة عنا سرقات لهذه الدرجة نحنا كل الضيع اللي فاضيه وأهله كل السارقين عم بيكونوا من النزحين؟ تسعين بالمية تسعين بالمية من الحالات اللي بيتم القبض عليها بيطلع سوريين ما عم بيصير غير قصص؟ عم بيصير غير قصص عم بيصير إنه مثلا عندك مناطق اليوم أنت مثل شحيم المناطق بإقليم الخروب اليوم عم بيغزوها السوريين بفتح المحلات والشغل ما عم بيبقى ولا أي نوع شغل لأهل المنطقة يعني كل أنواع الشغل والمحلات هي صارت اليوم للسوريين حلاق، سوبرماركت، محل تليفونات كل أنواع الشغل اليوم بتفوت على المناطق معينة بتلاقيها هي نزحين سوريين زيادة بيجيهم مساعدات كتير كبيرة مواد غذائية في محلات مفتوحة فيها هيدا المساعدة في مواد غذائية يعني عم تبيع هيدا المواد الغذائية بأسعار تضرب السوق المحلي يعني هي ضرب ممنهج لكل المنطقة من سرقات لتعدي على الكهرباء، لتعدي على المياه، لتلوث، لبيئة، لتعدي على الأملاك العامة طب أنا اليوم الغذ سد بسري مش تقع أعمله مخيم للنزحين يعني ما في أنا بالآخر أنا أكون عندي سد بينعش لبنان وبينعش المنطقة وبيعطي مياه وبيحفظها المي وبولد كهرباء وكل شيء الغذ لأجيب أنا أحط مجموعة نزحين بالأرض مطرح اليوم شو مطالب يلي قلت لوزير الدفاع ولي بتقولها بشكل عام؟ نحنا رايحين أنا قلت له لوزير الدفاع نحنا رايحين ببعض المناطق لمشاكل أمنية لأنه اليوم الناس وصلت لمستوى عالي جدا من الاحتقان وهيدا بدو يخلق مشاكل هيدا بدو حل حضور أمني إجباري بالمنطقة اليوم إذا بنقرأ بعض اللي عم بينكتب على السوشال ميديا المناطق صارت عم تعمل أمن ذاتي أنا بسميلك عدة مناطق اليوم عم بيسهر فيها شباب المنطقة طي يحموا بيوتهم وزراعاتهم الرميلة، دار الأمر، الدمور، النعمة في مناطق اليوم عم بيصير فيها سهر ليلي لشباب المنطقة لأنه ما بقى عم بيقدروا يتحملوا في ضيع عم ينسرق فيها مشات الخيام الزراعية عم بفوت حدا يسرق كل البنادورة كل خيام الزراعية طب إنه فيه خراب بيوت للنس الناس ما بقى قدرت تتحمل فوق الأزمة الاقتصادية كمان عم تسرقني ومعدت الناس والدولة ما قادرة يعني تكمش هذا التفلط كرميل هيك أنا اعتبرت إنه اليوم لأنه كلهم بيخبروك نفس الخبرية إنه بندق على مخافر الدرك مخافر الدركي بحالي يرثى لها يعني يعني الأليات ما عم تقدر تمشي يالك إذا اعتبرت أنا إذا بنقدر نعمل شوية حضور للجيش اللبناني لأنه يمكن حضور الجيش اللبناني بحد ذاته وأي نقطة جيش أو حاجز بالليل أو سيارة بالليل بترهوا بشوية صغيرة أكتر وهن اليوم إمكانياتهم أفضل من القوى الأمن الداخلي فمن هالمنطلق أنا اعتبرت إنه ممكن نحافظ أكتر لما نخلق مشكلة أنا عم بقلك اليوم في مشكل عم يتحضر ممكن يعمل حالة توتر بالمنطقة لأنه الناس ما بقى قادرة تتحمل وأي لحظة بشوف فيها واحد حرامي بالليل ممكن يصير فيه إطلاق نار ممكن يتطور هذا الموضوع الأكتر منك نحن عم نجرب نحتوي هذا الموضوع لما نوصل لهذه النتيجة لأنه الوضع صار أكثر من خطير نعم النايب غسان عطالله شرفنا حضورك معنا اليوم أهلا وسهلا فيك شكرا للكم مشاهدين الكرام هيك منكم وصلنا لنهاية الحلقة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا ترجمة نانسي قنقر